حب الشباب دي معدية؟ يعني اللي عنده حب الشباب في البيت يتبقى له فوطل واحده لو حط دي هنا وحطها هنا يعدي نفسه او يعدي غيره؟ لا هي نط انفكش بس غير معدية غير معدية ومش راجعة طبعا للبور هيجيه ان هو الواحد يكون يعني مش مهتم بنفسه والتاني مهتم بنفسه لا هي ملاش اي علاقة بكده بس هو علاج حب الشباب لما انا بعالك حب الشباب لازم اكون حاطط في اعتباري وبقول للمريض بتاع حب الشباب النتيجة بتاعتك مش هتتضح قبل شهرين اه يعني هناخد وقت مع بعض قبل شهرين مش هتضح من بنشي نتيجة في خلال اول شهري كمان الحبوب اللي بتبقى جوه وتطلع لبرة ده حاجة طبيعية بينطر كله كله المستخدم بزبط كده بقول لك اهتمت بوشي فزادت الحبوب أنا بطل الدكتور ده فلازم اقوله في مدينة الدكتور ده كان قبل الحبوب زادت ايوا ساعة في ناس كديم بتشيك يقولك انا روحت للدكتور اداني علاج اول ما بدأت اخده الحبوب زادت فيبنكوا بقى ما انت لازم تأمن نفسك انت تقول للمريض ده هيحصل لك عشان لو حصل يبقى خلاص يبقى انت اقله هيحصل لك برضو جفاف مع استخدام العلاج لازم تستخدم مش رايزة زي الإلوجون مش رايزة الكريم طب انا عايزة اقطعك يا دكتور ثانية واحدة عشان جات في دماغي فكر دلوقتي انا لما هاخد العلاج والحبوب هتزيد وحضرت بتقول او احنا اقول لان احنا بننطر الحبوب لبقى هي الحبوب موجودة جوه اصلا ومش باينة في بعض الحبوب بتكون في بعض الحبوب بتكون جوه فعلا لان هو في البصروجنيس او من ضمن اسباب حب الشباب ان الحاجة الاساسية بتكون مايكروكوميدون مايكروكوميدون يعني ايه يعني مش متشاف بالعين المجردة اوكي فبالتالي ده وفيه نقطة يعني كويس با كده اقولت حاجة زي كده فعلا عشان كده لما اجي حط مثلا علاج الحب الشباب ماحطوش بس عالحباية احطوه عالوش كله اوكي احطوه عالوش كله لان لما حطوه عالوش كله ده بأمن نفسي ان هو لو فيه اي حبوب في اي مكان هتطلع بغطيها 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 بالظبط كده اوكي 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 اوكي